استكمل المخطط ووصل إلى مرحلة التنفيذ تنوعت أدواته والمهندس واحد والمستفيد واحد أيضاً لكن المتفرجين كانوا كثر الغوطة خاصرة دمشق الشرقية تلفظ أنفاسها الأخيرة وتودع أهلها ضمن هجرة قصرية هندستها روسيا ونفذها النظام السوري بأدوات إيرانية لتكون هي المستفيد الأول في مشروعها التوسعي سبع سنوات مرت بها الغوطة بعدة مراحل حتى وصلت إلى هذه النهاية المأساوية فبعد انتقال الثورة السورية إلى العمل المسلح طوقت فصائل المعارضة العاصمة دمشق من الغرب إلى الشرق مروراً بالجنوب وكادت أن تسيطر على قلب دمشق لولا المتغيرات الدولية والدعم المستمر للنظام من روسيا وإيران الأمر الذي أدى إلى استعادة النظام زمام المبادرة وتمكنه من تقطيع أوصال الغوطتين الشرقية والغربية ومن ثم سيطرته على الغوطة الغربية وجنوب دمشق بعد تدمير الأحياء فوق رؤوس ساكنيها بشتى أنواع الأسلحة واتباع أسلوب المصالحات لتهجير المتبقين من السكان كما حصل في دارية وبلدات وادي بردة ليتسنى للنظام بعد ذلك الانفراد بالغوطة الشرقية والاستمرار في قصفها ضارباً عرض الحائط باتفاقيات خفض التصعيد التي ضمينتها روسيا المرحلة الأخيرة كان شرارتها التصريحات الروسية بأن مصير الغوطة سيكون كمصير حلب الشرقية تصريح بالتهجير القصري لا تلميح ظهر دعايته في المحرقة البشرية الأخيرة بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً أدت إلى تمكن ميليشيات النظام وإيران من التوغل في الغوطة وتقسيمها إلى ثلاث قطاعات محاصرة شمالي تمثله دومة وأوسط تمثله حرستة وجنوبي تمثله عربين وجوبر وزملكة يأتي بعد ذلك الفصل الأخير من رواية التهجير حيث فتحت معابر النزوح وأجبر السكان على التوافد إليها عبر تكثيف القصف على مناطقهم بالنابالم والفسفور والصواريخ الارتجاجية حال أجبرت فصائل المعارضة على القبول بمفاوضات الخروج في ظل صمت المجتمع الدولي المتفرج دائماً على كل محنة مشابهة لمحنة الغوطة ألف المدنيين في الغوطة في مشهد الوداع الأخير يغادرون ديارهم ليكون الريف الدمشقي قد فرغ من معظم سكانه الأصليين برعاية روسية وأمنيات إيرانية